انت ممكن تفتبطي بعد كده يا ياسمين ياسمين ايه حياتي اتمنى انا مريش بوسي عايز اقولك حاجة انا اساسا في الاول خالص انا كنتش عايز اتجوز يعني انا اساسا انا كنتش عايز اتجوز انا ابويا وامي اتطلقوا عن 9 سنين فانا عندي عقدة اساسا من الجواز ومن الرجالة انا هتلاقيني في افلامي اكتر اه فيمينست ايه فيمينست يعني هتلاقيني دايما في افلامي هتلاقيني في افلامي دايما ميلة للستات في حاجات كده دايما بحط كده انا نرجع لموضوع الجواز ونرجع بعد كده انا اساسا انا كنتش عايز اتجوز في الاول يعني انا حتى وانا مع اصحابي كنت انا اصحابي اصحابي هم هم من ايام المدرسة لغاية دلوقتي هم دول اصحابي اه مولوهم انا مش هتجوز انا اخر واحدة هتجوز انا هتجوز مثلا 35 سنة 34 سنة اه ما كنتش عايز اتجوز خالص انا دماغي اكتر شغل يعني بحب الشغل اكتر ودماغي تركيزي في الشغل اكتر فاهمة لغاية مع محمد جي طبعا ثلاث سنين ونصف اه فاتجوزت فانا عشان اعمل الخطوة دي تاني يعني قاعد 17 سنة يعني 20 سنة مع حد يعني فاهمة 20 سنة مع حد ان انا عمل الخطوة دي تاني مش عارفة يعني ممكن اعملها ممكن اتجوز تاني بس انا انا مش سهل يعني عارفة مش عارفة مش مش الخطوة دي صعبة اصلها اصد الجواز ده مسئولية يا جماعة مش حاجة سهلة انت فاهم حاجة وبعدين انا عندي ولادي طب انا ولادي دول هدخلهم راجل ما اقدرش يعني انا لو حد مسلا جيه قال لي انا اتجوز وبتالي شايف انا ممكن اقلبها دحك لو ايا يا عم باعد بقى انت هتوقع تسبتني بقى انا مش نقصة وانزل من ودني والحاجات دي فاهمة انت فاهمة انا قصة يعني الفكرة مش مطروحة نفسيا بالنسبلك لا ممكن يعني ممكن بس مش مش عارفة يعني مش عارفة يعني يمكن ما يكون القراءة مش جاهز اصلا يعني انت مش عارفة بجد ممكن تبلي ايه في حياتك مش عارفة يعني انا عارفة دلوقتي ان انا مركزة مع ولادي وشغلي بس بس اه يعني ويخت اللي اتجوزوا اخدوا من رجالة اه قلبت دا قلبت دا لدخلان العائل كله رحك قلبت يعني وبعدين يعني انا شخصيا بتمنالك كل النصيب الحلو ايا كان خلي بالك انا ناس كتير من قريبي واهلي وصحابي اتجوز يقولهم لا مش عايزة اتجوز يعني هم عايزين اتجوز بس مش عارفة خطوة صعبة قوي ما عارفش ممكن على فكرة انا لا ما حدش يتوقعني على فكرة نيفر اه يعني انا مثلا فيه ناس يقولولي ايه مثلا انتي في الموقف دا ممكن تعملي كذا وفجأة تلاقيني عادي وممكن موقف تاني ناس يقولوا ان انا مثلا حبقى لا لا تلاقيني عكس تماما ما نعمل طب فانا ما عارفش ممكن تاني يوم تلاقيني عاملة فرح ونزلة في كل حد انتي فهمها فهمت دماغي طب عارف انا ممكن اسألك سؤال بطريقة تانية هل حياتك اتغيرت بعد الانفصال يعني في حاجة خالص ولا حاجة زي ما هي ماشي عن نفس البتاع شغلي بيتي بتاع ولا حاجة حتى حتى محمد علاقتنا زي ما هي محترمة وبيتكلم لا لا يوجد اي حاجة خالص خالص اه يعني في ناس بعد ما تنفصل او في ستات يقوموا غير يغيروا بقى 180 درجة اه في شكلهم في نمط حياتهم في اهتماماتهم ليه ليه اما دي بقى تلقع مثلا واخدها الخطة جامدة فمش عارفة تعمل ايه عندها صدمة عندها صدمة فحصلها بقى ضربت معها في يلا بقى نغير مش عارف يعني ليه